أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الطراء قل فأتوا بالطراء فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتر على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين إن أول بيت ودع للناس للذي فبكت بباركا وهدى للعالمين فيه آيات مئينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافد عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن يطيعوا فريقا من الذين ردوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم من الله فقد هدى إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمتقوا الله فأقد قادشي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأعتصموا بحفظ الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمته إخوانا وكنتم أعداء شفا حفرة من النال فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم مت يدعون للخير أمرون بالمعروف عنها ونعن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب وإبناكم أنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ذلبا للعالمين ولله ما بالسماوة ما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خيرا أمة أخجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله ولو آمان أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون لن يضروا من لا أذى وإن يقاتلوا من لكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة وإنما ثقفوا إلا بحبلهم من الله وحبلهم من الناس وباءوا بغضبهم من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أحد الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آلا ألا لهم يسجدون يؤمنون بالله ولو بالآخر يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم الله لهم ولا أولادهم لله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها الصد نصابة حرة قرمين ظلموا أنفسهم فآلقت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا ولا تتخذوا بطالة من دولكم لا يآلونكم خبالا عدوا ما حالتم قد بدت البغضاء من نفاههم وما تخفي صدور مك ولقد بياد للكم الآيات كنتم تعقلون ها أنتم لا يتحبونكم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقلكم قالوا آمنا وإذا أخذوا وعدوا عليكم الأنامين من الغير قل موتوا بغير إن الله عليهم مداد الصدور إن تمسسكم حسنة وانقصوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم جيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غذرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتل والله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن تفشل الله ليكما وعلى الله بل يتوكد المؤمنون ولقد نصرهم الله بادرهم وأنتم ذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله لله بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما أن السلام عليم لله العزيز الحكيم ليقطع ترفاب من الذين كفروا أو يقفدهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإن نحن ظالمون ولله ما في السماوات ما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفة ومضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يعدد للغافرين وعطي الله والرسول لعلكم ترحمون وسيدعوا إلى مغفرة من ربكم جهنة عرضها السمام وتلعد عدة المتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاصمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا فستمذكروا الله فستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجهنة من جديد من تحت الهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلق من قبلكم أسران ومبصير في العطفان جلو كيف كان عاقود المكذبين هذا بيان للناس هدى وموعدة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم لعلى ولئن كنتم مؤمنين إن يمسسهم مغرحون فقد بسن القوم مغرحون مثله وتلك الأيام نذابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحس الله الذين آمنوا ويمحق القافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابدين ولقد كنتم تمنعون العتمين قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تغضل أنقلبتم على عقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضب الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموض إلا بإذن الله اكتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه البيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ما ضعفهم استكار الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرغنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحس ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على عقابكم فتاهم قلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ماصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما يشقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأوىهم والنار وبإستلمظوا بالسماء والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضي نعض المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحدهم والرسول دعوكم في أخراكم فاتركم غما بغما لكي لا تحزر على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنفل عليكم من بعد الغم يمنة عسى يغشى طائفة منكم طائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لكم في بيودكم لبرزا الذين قتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في سدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يعملت قل جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخانهم إذا ضربوا في اللود وكانوا غذل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة وفي قلوبهم والله يحيي ميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لما غفرت من الله ورحمه ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم وقتلتم لئذا الله تحشرون فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوظهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما أنزى الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما يغل يوم القيامة ثم توفاق لنفسهم ما كسبتهم لا يجلمون أفا من اتبع رضان الله كمن باء بسخطهم من الله مأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم أتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتهم قد أصبتهم مثليها قلتم أن هذا قد من عينج أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم أنتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم كتابا لاتبعناكم هم للكف يوم إذن نقرب منهم للإيمان يقولون بأفراكهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون الذين قالوا لخانهم وقعدوا لو طاعوا لما قدلوا قل فالفالف درؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قدلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تهد الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا أحزن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يذيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا من هو التقوى جر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوكم خافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزوكم قال لذين سارعون في القفر إنكم لأن يضبوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الغفر بالإيمان لن يضبوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أدنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخفيث من الطيب وما كان الله ليطلع لكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب الذين بخلون بما تاخدوا الله من فضله وخيد لهم بل هو شق لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق العذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان ودأكله النار قلوا قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتم ه من كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل فجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى نجوركم يوم القيامة فمن زحز عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغون في أموالكم ونفسكم ولا تسمعون من الذين ودوا الكتاب من قبلكم من الذين أشقوا أذان كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين ودوا الكتاب لتبينونه للناس لا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين فرحون بما يأتوا ويحبون أن يحمدوا بما يعلم يفعلوا فلا تحسبنهم يفاستهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنخال لآيات لولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينآمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستزاولهم ربكم أني لا أديع عمل عامل منكم من ذكرنهم سبعدكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وعذوا في سبيل قاتلوا وقتلوا له كفرا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يضر أن قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن منهم وإن من أحد الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنثر إليكم وما أنثر إليهم خاشعين لله لا أشترون بآيات الله ثمنان قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اللتاما مولكم ولا تتردر خبيث بالطيب ولا تأكلوا مولكم لا مولكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم لا تقصدوا في اللتاما فانجحوا بعطوا لكم من النساء وثلاثا ربا فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة ربا ولك ديمانكم ذلك أدنا لا تعولوا وآتوا النساء شدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبدلوا يتامحتا إذا بلغوا النكاح فإنا نستم منهم رشدا فدفعوا لهم وعلكم لا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت لهم وعلكم أشهد عليهم كفا بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدين الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين الأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا وإذا حضوا القسمة وللقربا والنتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لا تركوا من خلفه ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتاما ظلما إنما يأكلون في بطونه النار وسيصلون سعيرا يوشيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النسيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحدين منهما ثلث مما ترك كان له ولادة فإن لم يكن له ولد ومرسه أبواه فلأمه السلث فإن كان له إخوة فلأمه السلث من معدسية يوصي بها أودين أباءكم أبناءكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزادكم إلا ما كله النرد فإن كان له الناد فلكم الربع مما تركت من معدسية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركت من لم يكن لكم ولادة فإن كان لكم ولادة فلهم الثمون مما تركت من معدسية يوصون بها أودين وإن كان رجل يورث كنالة أب امرأة وله أخ أو أخت فالكل واحد منهما السلث فإن كانوا أكثر من ذاتك فهم شركاء في السلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضان وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله من يطع الله رسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله رسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشدوا عليهم ربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يدفاهن الموت يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولا يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبدو الأعرض الذين يموتون هنغفر أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا حل لكم أنت أندرث ساكرها ولا تعدلوهن لتذهبوا في بعض ما تيتموهن إلا أن يأتين في بحشتهم مبينا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكار زوج وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثمان مبينا وكيف تأخذونه وقد أفطى بعضك إلى بعض وأخذن منكم إثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم اشتركوا في القناة